صفقات النفط المهربة في مأرب المشهد الأكثر غموضاً أو هكذا تم وصفه بعد عمليات فساد واستنزاف مهولة في الشركة صافر التي تعد أبرز الوحدات المنظوية تحت وزارة النفط والمعادن غموض ظل سيد الموقف حاله حال العديد من الملفات المسكوت عنها إلى أن حصلت القناة بلقيس مؤخراً على وثائق تؤكد فساداً واستنزافاً كبيرين تعرضت له موارد الشركة النفطية لصالح أطراف ثبت أنها تبيع النفط الخام من نوع بيرينت لميليشيا الحوثي الأمر الذي أفقد الشركة توازنها وهددها بالإنهيار أكثر الوثائق التي كشفت جانباً مما تعرضت له آبار النفط الخام في مأرب لعمليات اختلاس منظمة بتواطئ من قيادات عسكرية يفترض أنها المخول الوحيد بحمايتها تحدثت أيضاً عن أعمال ابتزاز يومية من قبل قادات أمنيين فرضوا واقعهم على المحافظة وكل ما تحويها من موارد اقتصادية قومية وفي جديد متابعات بلقيس لهذا الملف المعقد والمتعدد خيوطه حصلت القناة أيضاً على رسالة لوزير النفط والمعادن موجهة لمن قال إنه المدير التنفيذي الجديد لشركة صافر تحدثت عن ضرورة تجاوز الإرباكات التي مرت وتمر بها الشركة عبر إلغاء كافة القرارات التي صدرت مؤخراً والالتزام باللوائح الداخلية للشركة فيما كانت مذكرة المدير التنفيذي السابق المعين بقرار رئاسي تشير بوضوح إلى عمليات ابتزاز لم تتوقف عند استحداث وظائف جديدة غير قانونية ومخالفة لوائح العمل بداخل الشركة وذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك إلى فرض إتاوات ومبالغ خيالية على ناقلات الغاز يتم دفعها بشكل منتظم بالإضافة إلى مبالغ رسوم المنشآت التي تكبدت الشركة فيها خسائر تصل إلى 40 مليون دولار نتيجة أخطاء احتساب تلك الرسوم الوهمية تحولت بعد ذلك إلى مكافآت لنافذين بداخل الهرم الوظيفي للشركة المشاكل التي تعانيها الشركة لم تتوقف عند الفساد المالي والإداري بل إن هناك مخاطر بيئية ستنتج عن عدم الاستجابة للتخلص من النفط المترسب في الخزان العائم في منطقة رأس عيسى في حال تعرض الخزان لأي اعتداء أو تسريب النفطي إلى البحر يظل ملف النفط في اليمن الملف الأكثر تعقيدا منذ عقود وأمام كل هذه الأطماع وعمليات الابتزاز لا تزال أمام السلطة الشرعية فرصة للتدخل من أجل حماية الثروة القومية التي تضيع يوما بعد آخر ترجمة نانسي قنقر